من كمان القرارات المهمة جداً اللي تم الموافقة عليها النهاردة في اجتماع الحكومة هو قرار خاص بفكرة التقديم والحجز للوحدات السكنية تحديداً في برنامج سكن لكل المصريين الحكومة وفقت إنها هيتم رفع لو أنت مرتبك كان قبل كده رقم معين بيعتبر أعلى من الحد الأقصى للمرتبات فخلينا أقول لحضراتكم إن القيمة اختلفت دلوقتي تم زيادة الحد الأقصى للدخل الشهري بحيث إن هو يكون 6000 جنيه للشخص الأعزب لهو يعني مرتبه بيوصل للرقم ده يقدر إن هو يروح يقدم على الوحدات لو للأسرة فالحد الأقصى هو 8000 جنيه كما إن بالنسبة لي متوسط الدخل أو الفئة اللي هي بتعتبر من متوسط الدخل نتكلم في 13000 جنيه شهرياً للشخص الأعزب و18000 جنيه شهرياً للأسرة كل هذه المرتبات وأصحابها يقدروا حالياً يقدموا على الوحدات اللي هتطرح خلال الفترة اللي جاية في سكن لكل المصري كمان من القرارات اللي هي علاقة كمان بالوحدات السكنية اللي وافق عليها النهار ده برضو الحكومة هي إن هيزيد أسعار بيع الوحدات قالت الحكومة إن هيكون في زيادة في الأسعار بحيث إن هي هتصبح 450 ألف جنيه للوحدة كاملة التشطيب هتكون وصفاتها 3 غرف وصالة وعندنا 400 ألف جنيه هتكون للوحدات كاملة التشطيب ولكن هتكون غرفتين وصالة دي هتكون للفئة اللي بتعتبر منخفضي الدخل أسعار الشؤة 450 ألف و400 ألف عندنا كمان أسعار بيع الوحدة هتكون مليون و700 ألف بدل من مليون و400 ألف للوحدة كاملة التشطيب مساحة بتوصل ل150 متر ودي هتكون للفئة متوسطي الدخل يعني منتكلم في زيادة في حوالي 300 ألف جنيه لمتوسطي الدخل هتكون زيادة في سعر الشقة خلال الفترة اللي جاية تحديدا في برنامج سكن لكل المصريين بكل تأكيد القرارات دي طبعا هتهم حضراتكم فكان مهم ان احنا نستعرضها معكم جميعا